السلام عليكم و أهلين فيكم فيديو جديد اليوم سنتحدث معكم كالعادة عن نسخة التجربية السعبة اليوس 13 النسخة هذه نزلت للمطورين و النسخة التجربية السادسة نزلت للعامة الأشخاص الذين نزلون نسخة التجربية العامة يمكن أن نزلها الآن نبدأ البداية نتحدث عن الميزات لا يوجد ميزات تصليح خفيف أشياء خفيفة لم تكن أي داية مثلا لو أسحب هنا كان المكتوب كثيراً يقايره و دعونه بس دارك مود أو فون أشياء خفيفة تعديلات خفيفة مثلا وخش الأدلات نروح على الول بيبر كانت أول هنا لدي مشكلة نحن قد أعديلها في النسخة التجربية القبل لم يكن يخرجون عندي أعديلها تعادلات خفيفة مثلاً لو أقوم بترتيب ترتيب كان هو للرينج فوق نزله تحت في النسخ اللي قبل كان لو أضغب ما قدر أنزل هنا على طول لازم أرفع السبع و أرجع أختار نحن تقدر تسوي الحركة نرجع معكم بعد ما نوقف فهذا الحركة الجديدة ما في أي شيء يعني يذكر أو شيء ممتاز لدينا نسخة تجربية وهي السابعة قبل جلسة تسرع لنا ما بقى شيء لو نفتح هنا باقي مثلاً تقريباً سابعة و تنزل العام مكل يعني للكل لو نقول سبوع و سبعين مثلاً أربعة سابعة نقول خلال الشهر راح ينزل للكل النسخة التجربية هذه الشيء المثير أو الشيء الجديد في النسخة هذه المطورين فتحوا بأكواد مؤتمر أبول راح يكون في 10 سبتمبر هنا راح يكون مؤتمر أبول الإعلان عن الإيفون الجديد و بعدها بيوم و يومين راح ينزل نسخة تجربية أو تنزل نسخة العامة للكل اللي هو iOS 13 للكل يستطيع تحدثها و بعدها بيوم و يومين أيضاً ينزل الإيفون الجديد الذي يعلن عنه في 10 سبتمبر لكن هذا الشيء الجديد لا يوجد أي شيء يذكر يعني مثلاً لو نتكلم نذهب إلى نرى هنا البيلت نمبر كان عندي 17A556D نذهب إلى حاول البيلت نمبر لدي 17A5565B فمثل ما نرى قربنا كثير B يعني حين باقي حرف 1 الـ A تكون هذا النسخة الرسمية والذي تنزل حق الكل فقربنا كثير كثير لو ننزل تحت نرى مثلاً المودم و يتغير كان لو نرى الغديم كان 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 2000 01 الآن 2000 01 شرطة 2 ففيه تحسين خبيش يقول نفتح مثلاً سبيد تست نرى نرى التحديدات مثلاً على الويرلس طبعاً ما راح أغارم بالنسخ الغديم لأن الويرس تغير الشركة الويرس تغيرت عندي فنبدأ نغارم من هنا من حين برضو ساعة انترنت تغير كنت أولاً انترنت الجامعة حين لا انترنت شركة نشترك فيها ف مثلاً نرى الـ download عندي تقريباً 400 الاصل لو نرى الـ bing عندي 27A55 الـ download الـ 445 نقول حسناً يجب أن نصل إلى 20 كما نرى 20 ف اعتبر جيد لو نرى الشبكة الآن نجرب من الشبكة أو على الشريحة يعني مثل ما نرى الـ 52 نقول lovewood نقدر من نقول عشرين فتوقع ما نريد نطولها ف اعتبر جيد وما شفت أي مشاكل في النسخة التجربية السادسة للشبكة اعتبره ممتازة فمدرش اللي سوى عدله هنا الـ history قبل شوى سويت Geekbench فما يحتاج اني عيدة فالسنجل كول صراحين 4815 اول كالـ 4810 لا يوجد فرق المالتي كور 11370 اول 11280 لا يوجد فرق فلا يوجد أي شيء تغيير في النسخة هذه تحسينات كما قلت لكم خفيفة فقط ابل جلسة تحدث كل اسبوع تنزل النسخة تريد تضبطها 100% قبل أن ينزل لكن تغريبا لا يوجد أي شيء جديد كما قلت لكم يعني مثلا لو تفتحها بالصور سنجد لك مثلا انخيار لا يوجد لك فقط اشعار الحركة التي جاءت لها الاركيد بعضهم تفتحها بالصور رجلت لهم الحركة الهومبود لو انك الذي يستخدم الهومبود رجعوا الخلفيات الجديدة لا أدري هل هناك شخص يستخدمهم ام لا لو نفتح هنا الخلفيات هذي نزلوهم او رجعوهم الغديمين كانوا تنزلوهم ونسخلق او رجعوهم طبعا بس فهذه كل النسخة ما فيها اي شي جديد وانا الردي يعني النسخة هذي اعتبر مثل ما قلت لكم يعني النسخة الاولى والثاني والثالثة في النسخة التجريبية لويس 13 كانت فيه تعديلات فيه اشياء جديدة ينزلونها حين اعتبر بس جرسة أبل تبت ثبت النسخة تكون ممتازة وجاهزة للكل بس ففي نهاية الفيديو تنسون الاشتراك والغنام ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتعليقات كم تحت تهمني ولا تنسون الانفضل دعاكم والسلام عليكم كماتة يعني لوح die اشتركوا في القناة كانت مع الآって